اشتركوا في القناة كيف استعدتوا هذه المسيرة؟ هو الوضع الاجتماعي والاحتقان لكين والمعاناة ديال المواطنين كتفرض بالضرورة ان الكون فدرالية الديمقراطية الشغل انتلاقا مرجعيتها وربط دائما القضايا الاجتماعية بالقضايا السياسية والقضايا الحقوقية والقضايا اللي كتشغلنا كتبقى عميلة وكتشغل المواطنين فرضت هذا الاستمرار في تدمير القدرة الشرائية هذا عدم الوفاء للحكومة بالتزامات ديالها ما يحضر وما يطبخ مفميل في التقاعد من مكتسبات فرضت علينا ناخده ليس مسيرات ولكن برنامج نضالي سينطالق بالمسيرات ديال 19 فبراير جميع الاقاليم وهي اشارة ديال الاحتجاج وديالتنبيه مرة اخرى للحكومة من اجل العودة الى احترام التزامات ديالها من اجل ايقاف المسلسل للارتفاع الاسعار من اجل اتخاذ مبادرات سريعة وجريئة للحفاظ على القدرة الشرائية المواطنين وايقاف الاستفادات الغير مشروعة والاحتيكار واقتصاد الريع والفساد اللي طال كل القضايا باش يمكن نخلقوه جو اجتماعي اللي يمكنه من المغرب انه يواجه التحديات ديال المستقبل لكن للأسف هذا الوضع هو اللي كما قلت هو اللي فرض علينا هذا البرنامج اللي فيه المسيرات فيه الاضراب العام فيه الاحتجاج الوطني وفيه احتجاجات اخرى ستفكروا فيها لكم ثلاثة مكتش حكومة تأخذ مشموع بالاجراءات من بينها يعني العملات للمراقبة الاسعار بالنسبة لكم سما في الكوفيدرية كيفاش تشوفوا هذه الاجراءات اللي خادت الحكوم الازمة اللي كيعيشها المغرب في صحات السياق الوطني الاستثنائي ليست ازمة ضرفية كما يدعون خطاب الاكرهات والتبريرات اصبح متجاوزا وغير مقبول للمطارف المغربة في كل مرة نجيبه تبرير او اكره التال حملات الحملات مرتبطة بلاحظات الازمة هي ازمة هيكالية وخص اصلاحات سياسية ودستورية وخص اجراءات اجتماعية اللي تمس بالفعل الحياة المعيشية للمواطن والكرامة للمواطن في نهاية المطار موسيقى موسيقى موسيقى